بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هنبدأ نشرح مواضيع جافة 2 اللي من ضمنها مواضيع طبعا قبل ما نبدأ في مواضيع بدنا نتطرق لمواضيع اللي تحدثنا عنها سابقا في جافة 1 بحكم انه هذا الموضوع من اهم المواضيع اللي هتتكرر معانا لاحقا في طبعا النقاط اللي موجودة امامنا هي النقاط اللي انا هحكي فيها فيها المحاضرة اول شغلة راح نراجع مع بعض كيف ننشئها وكيف نستخدمها هنضرب مثال بسيط للفائدة من استخدام وليش انا بحاجة لهيك مبدأ وهنحكي عن وهنحكي بعد هيك عن تقسيمة الممبرز او الممبرز او العماصر اللي بدها تكون بداخل هذا بعد هيك هنحكي كيف احنا نفكر كشخص او كديفلوبر في تطوير برنامج باستخدام طبعا اللي هننوه اللي بعد هيك طبعا التفاصيل اللي خاصة بالأوبجيكت هنحكي فيها بعد كده ولكن اللي هننوه عليه ونأكد في التنويه عليه انه احنا بدنا نعرف ليش احنا بنستخدم الابجيكت مش بس كيف احنا بدنا نستخدمها طبعا هنبدأ الان في مراجعة الميثودز اه بالنسبة للميثودز احنا بنعرف انه الميثود بشكل عام وجودها في الجافا عشان اكتب بداخلها مجموعة من الانستركشنز او مجموعة من الاوامر البرمجية واستدعيها لاحقا اكتر من مرة في اي مكان انا بديها نقطة وسطر جديد يعني اي ميثود انا بنشئها بتكون او بيكون الهدف من وراء انشاءها انه انا الكود اللي موجود بداخلها بحتاجه اكتر من مرة بالتالي انا بحطه جوى ميثود او بضيفه بداخل ميثود وهي الميثود بصير استدعيها متى ما انا بحتاجها تعاملنا مع الميثودز بشكل عام ما بيخرج عنها جدين اما انه انا بدي انشئ مثود جديدة او بدي استدعي هاي الميثود اللي انشأتها او مثود موجودة مسبقا فاي مثود انا بستدعيها هي مثود اما انا انشأتها او موجودة في الجافا مسبقا او في اي مكتبة اخرى والميثود اللي بدي انشئها بالعادة بيكون في عندي كود معين حابب اضيفه في مثود عشان استدعي الان في عندي اربع عناصر اساسية لازم اكون اعرفها قبل ما انشئ اي مثود اسم المثود مدخلاتها عملياتها مخرجاتها اسم المثود بحدده بحسب طبيعة عمل المثود مدخلاتها شو المدخلات اللي أنا حابب أبعثها لهاي المثود لأنه زي ما حكينا المثود هي black box أو صندوق أنا ما بياني أو ما بياني المستدعي لهذا الصندوق أو لهاي المثود شو موجود بداخله يعني أنه بدي يبعث مدخلات المدخلات هاي بناءً عليها بيتم عمل process أو عمليات بعد هيك ناتج الprocess بيرجع على شكل output فالمثود بشكل عام لازم لما آجي أنشئها أحدد الأربع أشياء اللي موجودة أمامي لكن لما آجي أستدعي المثود زي ما هنشوف بعد شوية بحدد فقط الثلاث شغلات اللي موجودة باللون الأصفر أو بمعنى آخر لازم أكون عارف الثلاث شغلات اللي موجودة باللون الأصفر طريقة إنشاء المثود عشان أنشئ مثود جديدة الأربع عناصر اللي موجودة هنا اللي كنت لازم أحددهم بدي أفرزهم في التمبلت اللي موجود أمامي التمبلت اللي موجود أمامي حكينا سابقاً في جابة واحد إنه public static هاي بنحطها زي ما هي ثابتة هنحكي في الobject oriented شو معناتها بالتفصيل وهنبين إنه هنحتاج الستاتيك في بعض الأحيان في بعض الأحيان ما هنحتاجها إلى آخرين فبنكتب مبدئياً public static بعد هيك بنكتب return type أو نوع القيمة المرجعة هاي المثود شو بدها ترجع بكتب النوع هنا اسم المثود بيجي بعديها شو هاي المثود بدي يكون اسمها بعدها بفتح two parentheses الأقواس الدائرية بداخل الأقواس الداخلية الدائرية بحدد parameters أو أنواع المدخلات أو تعريف المدخلات لو بدنا نحكي بشكل أدق أنا هنا ما بحدد المدخلات أنا بعرف المدخلات خلي بالكم أنا هنا بعرف مثود كاملة فمن ضمن تعريف المثود تعريف المدخلات مش المدخلات نفسها فبحدد شو بدي يكون نوع المدخل الأول شو بدي يكون اسمه فاصلة شو كما شو نوع المدخل الثاني شو اسمه فاصلة إلى آخره من المدخلات على حسب العدد اللي أنا بديه بداخل المثود بكتب البدي تبع المثود أو الستيتمينس اللي أنا بدي المثود هي تنفذها وبالآخر بكتب كلمة ريتيرن وبجانب كلمة ريتيرن بكتب القيمة المرجعة اللي نتجت من هاي البروسيس واللي الدالة بدها ترجعها بخصوص استدعاء المثود طبعا إحنا لما بنستدعاء المثود بنكتب اسم المثود واحد نفتح البرانثيس الأول ونسكره في النهاية وبينهم بدخل الأرغومنس الأول فاصلة تاني فاصلة تالت إلى آخره من المدخلات وبفصل بينهم بفاصلة طبعا طبعا هدولا أنا بسميهم أرغومنس لأنه أنا بدي أرسلهم كمدخلات فالمدخلات أو القيم نفسها هي الأرغومنس لكن تعريفهم بسميه برامترز نخلي بنا كويس من هاي النقطة خلينا نيجي نطبق الكلام اللي موجود أمامنا عملي عشان توضح الصورة بشكل أكبر الآن أنا عندي الكلاس اللي موجود أمامي أنا ما بحكي في Object Oriented حاليا أنا بحكي في Methods بشكل عام بالجافا عشان أنشئ أي مثود لازم زي ما حكينا أحدد أربع شغلات ال Input Output Process وال Name بدي أعتبرها برنامج مصغر وبدي أستدعيه عند الحاجة بدي أبدأ بمثود بسيطة بتجمع رقمين طيب أنا محتاج مثود بتجمع رقمين ليش طيب أنت محتاجها لأنه والله لقيت بستدعيها أكتر من مرة فبدل ما كل مرة أكرر الكود بدي أعملها بمثود واستدعيها بسطر واحد تمام ممتاز جدا بحدد أول شغلة شو بدي يكون تعريف الأربع شغلاتها دول اسمها بدي أسميها سامو طيب شو مدخلاتها بدي مثود بتجمع رقمين معنات الكلام المدخلات بدي يكونوا رقمين الرقم الأول والرقم الثاني double integer اللي بدي دكية شو مخرجاتها أكيد هيكون رقم لأنه ناتج جمع الرقمين رقم شو عملياتها عملية الجمع فبكتب بابلك استاتيك زي ما هو موجود في التمبلت اللي أنا وضحت لك إياه وهنحكي بعد هيك ليش كتبناهم وكيف ممكن نغير فيهم اللي بالمربعات هاي هي اللي تتغير دائما طيب جميل شو نوع القيمة المرجعة نوع القيمة المرجعة بدها ترجع رقم يبقى نوع الرقم مثلا انتجر بدك double double بعدها بيجي اسم المثود شو اسم المثود اسم المثود سامو مثلا مدخلاتها تعريف مدخلاتها اللي هي الparameters المدخل الأول مثلا انتجر number one كما انتجر number two تمام عملياتها طبعا هنا بما أني حددت نوع القيمة المرجعة فهنا بيطلع لي compile time error خلي بالك أنت ناسي تحط return missing return statement ليش؟ لأنه أنت حددت نوع للقيمة المرجعة معنى تلكلام أنت بدك ترجع قيمة وينها؟ عشان هيك أعطاك compile time error اللي موجود أمامك العمليات اللي هي انتجر مثلا result بتساوي number one plus number two وبالنهاية بعمل بكتب كلمة return حسب التمبلت اللي موجود عندي وبكتب return value اللي هي ناتج العملية اللي أنا عملتها بداخل المثود هيك انت عرفت مثود في اللي انت شغل عليه مثود تمام جاهزة للاستدعاء كيف بدي أستدعيها؟ باجي في أي مكان تاني أنا بديها حاليا أنا بدي أستدعيها بداخل المين مثود بداخل المين مثود كيف باستدعيها؟ اسم الميثود فاصلة اسم الميثود عفوا جسين مدورين parentheses والمدخلات أو ال arguments بداخلها القيم ممتاز فباجي بكتب اسمها اسمها sum بفتح جسين وببعت المدخلات مثلا 10 20 30 طبعا المدخلات عفوا 10 20 لأنه المدخلات اللي أنا بعتتهم لازم يكونوا على حسب التعريف اللي أنا عملته للمدخلات فإنت معرف رقمين N1 و N2 لازم تبعت بس رقمين فالرقم الأول هيجي مكان N1 والرقم الثاني هيجي مكان N2 عند الاستدعاء أو عند التنفيذ حاليا ما رح يصير شيء إلا لما أشغل البرنامج طبعا لو شغلت البرنامج هيك مش رح يصير أي شيء لأنه أنا فعليا ما طبعت النتيجة طيب أنت استدعت المثود فعليا المثود تم استدعاءها وتنفذ الكود اللي فيها بس النتيجة رجعت بدون أي فائدة تعال نجرب نتبع الكلام هذا لو جت عفوا لو جت أتبع الكلام هذا هلاقي أنه وصل السطر هذا بعد هيك عفوا خلينا نرجع بس مرة تانية أحدد السطر أعمل سرع أعمل الآن استب انتو عشان يروح جوه المثود دخل على السطر الأول نفذه دخل على السطر التاني الرزلت رجعت الرزلت وين بترجع النتيجة اللي بترجع بعد الاستدعاء مكان الجزء المحدد أمامك يعني الجزء المحدد هذا بترجع النتيجة مكانه الآن انت ما أخدت النتيجة وحطتها في متغير عشان هيك ما طبع لك شيء فانت ممكن تحكيله انتجر R بتساوي مش ضروري ألزم بنفس المسميات اللي هنا انتجر R بتساوي الاستدعاء القيمة هاي فلو جت شغلت رح يطبع لي ناتج الاستدعاء يعني الناتج بعد الاستدعاء لا رح يرجع هنا فالتلاتين رح ترجع هنا هتتخزن في ال R فهتنطبع يعني يا بش مهندس بقدر أعمل زي هيك طبعا مدام الناتج بيرجع مكان الاستدعاء بعمل مثل هيك ما فيش مشكلة ممكن اتلاقي هذي من شرط معين مثلا زي هيك اذا كانت اكبر من عشرة رح تطبع مثلا هيك بغض النظر المهم انا بفهم فهم انه مكان استدعاء المثود بيرجع قيمة من نفس هذا النوع وين ما انت حابب تستخدمها استخدمها تمام ناخد مثال تاني بدي اعمل مثود المثود هاي يا عزيزي بتستقبل نص وبترجع لي عدد الاحرف الكابتل اللي موجودة في هذا النص طيب جميل من صيغة السؤال اللي انا طلبته منك مدخلات المثود نص طيب شو مخرجاتها انا بحكي لك بدي اترجع عدد الاحرف الكابتل يعني عدد يعني رقم فمخرجاتها انتجر عملياتها نشوفهم مع بعض واسمها بدي اسميها مثلا كاونت ابر كيس لترز على سبيل المثال فباجب اكتب public static اللي اتفقنا انها ثابتة لحتى اللحظة شو نوع القيمة المرجعة حسب التمبلت نوع القيمة المرجعة انتجر لانه بدي رجع رقم شو اسمها كاونت مثلا ابر كيس لترز مثلا اسمها يخضع لنفس تسمية المتغيرات شو مدخلاتها مدخلاتها نص يعني سترينج تيكست بدي اسميه طيب شو عملياتها عملياتها بدها تعدي الاحرف الكابتل فبدي اعمل كاونتر انتجر كاونتر بيساوي 0 عشان ازوده كل ما اجد حرف كابتل وبدي اجي اعمل فورلوب فورلوب تبدأ من سفر وتمر على كل النص اللي موجود عندي طبعا لو انت مش مراجع موضوع الفورلوب وموضوع ارجع لفيديوهات جافا واحد تيكست دوت لينكث ضلك امشي لعند ما تصل لنهاية النص وكل مرة انت بتمشي فيها هاتل الكاركتر اللي انت واجف عنده في كل لفة اللي هو تيكست دوت كاركتر قدت يعني انت كل ما تلف لفة هاتل الكاركتر اللي انت واجف عنده حاليا في متغير اسمه سي وافحص هذا المتغير هل هو حرف كابتل ولا لا من خلال كلاس اسمه كاركتر موجود عندي بالجافا فيه مثل بداخله اسمها از ابر كيس وبقول له اسمها سي الحرف سي اللي بدي افحصه والله اذا كانت الامور تمام زود الكاونتر واحد هذا مثلا استدعاء للمثل زي اللي شفناه قبل شوية بس من كلاس تاني مش من نفس الكلاس اللي انا فيه وبالنهاية بس تخلص مرورة على كل الاحرف اللي موجودة وتتأكد انك عديت اعمل كلمة معناها رجع الناتج اللي انت عديته طيب وين هيرجعه زي ما اتفقنا مكان الاستدعاء المثل هاي ما لم تستدعى على الفاضي لازم تستدعى عشان يطبق ما بداخلها طيب جميل كيف بدي استدعيها بدي استدعيها هيك بكتب اسمها وببعث المدخلات مثلا هاي نص اسمه فيه تلات احرف كابتل وزي ما اتفقنا النتيجة بدي اخدها في متغير كاونت مثلا وبدي اجي اضع النتيجة عشان اتأكد انه الامور عندي تمام فلو اجد شغلت البرنامج هيروح يستدعي المثل فهينفذها فبعد ما يخلص رح يرجع نتيجة مكان الاستدعاء المحدد امامي فهيخزنها في المتغير انتجر فهتنطبع بعد هيك القيمة فهيطبع للمفروض ثلاثة لانه عدد الاحرف في الكابتل ثلاثة في الكلمة اللي موجودة امامي طبعا النص هده ممكن انت تجيبه من ممكن تعمل ممكن تجيبه من ممكن تجيبه من اللي بدك اياه الامر بيرجع اليك زي ما حكينا دائما او بنحكي دائما انه احنا بنتعامل مع بلوكس البلوك هذا مثل لحالها النص ممكن تجيبه تركب عليه بدي اعمل هاي المثود بتحسب الفكتوريال او مضروب العدد طيب مضروب العدد يعني انا بدي ابعت لها عدد المدخل عدد هي حددت اول شغلة اسمها فكتوريال هاي تاني شغلة مخرجاتها عدد تاني برضو لانه مضروب عملياتها مضروب العدد هنعملها مع بعض فبيجي بكتب بابلك كما تعودنا نوع القيمة المرجع مثلا اللونغ لانه ممكن يطلع العدد كبير بدي اسميها ان فكتوريال فكتوريال معناها مضروب العدد ومدخلاتها رقم انتجر نمبر تمام وبيجي ااجي هنا احسب مضروب العدد فباجي بعرف متغير برضو من نوع لونغ بدي اسميه الرزال بتساوي واحد ليش عشان كل مرة اضرب عليه لانه مضروب العدد شو معناته لو ما بتعرف شو يعني مضروب العدد مضروب العدد مثلا خمسة هو عبارة عن خمسة ضرب أربعة ضرب ثلاثة ضرب اثنين ضرب واحد مضروب الرقم في كل ما هو اصغر منه فانا فعليا بضرب بعمل متغير اسمه رزالتو كل مرة بأضرب القيمة فيه تمام او ممكن تعمله متغير بساوي الرقم نفسه وضلك تضرب الى اخره في اكتر من طريقة ولكن احنا معنيين بالمثودس الان ببدأ من عند الرقم اللي بعته المستخدم اللي انا لا ما بعرفه لحتى الان انا فقط بعرف تعريف وزي ما قلنا هذا تعريف المتغيرات مش المتغير نفسه وبنزل انزول طول ما الرقم اكبر من سفر ضلك اطرح من الاي فهي اللفة الاولى هتكون مثلا خمسة لو كان الرقم خمسة خمسة اربعة ثلاثة اثنين واحد وهي جاف وكل مرة بحكي له اضرب الرزالت في قيمة الاي اللي بتنقص معايا كل مرة وبالاخر بعمل للمتغير اللي اسمه وبس تدعيها بعمل الها بحكي له هنا مثلا بتساوي اسم المثود او ممكن تطبعها مباشرة اذا حابب وتعطيه مثلا خمسة فمضروب الخمسة المفروض خمسة في اربعة بعشرين في تلاتة بستين في اتنين بمية وعشرين في واحد بمية وعشرين فالمفروض يطبع ليه مية وعشرين فيطبع ليه مية وعشرين هذا مثال تالت على المثود ناخد مثال رابع لو انا طلبت منك تعمل المثود المثود هاي بتستقبل مصفوفة من نوع سترينج وبتطبع هاي المصفوفة خلي بالك من صيغة السؤال المصفوفة بتستقبل سترينج وبتطبع الطول تبع الكلمة اللي موجودة في وسط هاي المصفوفة مرة تانية بتستقبل مصفوفة من نوع مص يعني المدخلات مصفوفة من نوع نص طيب بتطبع هاي المثود الطول تبع النص اللي في وسط المصفوفة شو مخرجاتها لا مش رقم الطول المخرجات ما فيش مخرجات ليش لانه هي بتطبع وبتخلص ما بترجع شيء انا ما حكت لك بترجع شيء فباجي بعمل مدام ما في قيمة مرجعة بسميها فويد مكان نوع القيمة المرجعة بكتب يعني هاي المثود ما بترجع شيء بدي اسميها مثلا او برينت بدي اسميها مثلا او اللي بدك اياها بغض النظر شو مدخلاتها زي ما حكينا الرياي من نوع فسترينج الرياي لو مش مراجع موضوع الرياي ارجع له في الفيديوهات تبع جافا واحد بدي اسميها مثلا وبداخل هاي المصفوفة كيف بدي اطبع العدد اللي في وسط المصفوفة مباشرة اسم المصفوفة ايش داتا انا بدي اطبع يعني لو المصفوفة مثلا على سبيل المثال كانت زي كذا سترينج داتا مثلا بيساوي هنا تشابهت الاسماء ما لهم علاقة تمام ما لها علاقة الاسماء في بعضها وهنا سي شارب وهنا مثلا كوتلين ففعليا انا النص والمصفوفة اللي موجودة امامي الكلمة اللي في الوسط هي سي شارب انا بدي اجيب الكلمة اولا بدي احكي له داتا بعدين احكي له دوت لينغ بس انا مش دائما معروف مش دائما عندي المصفوفة معروف عندي طولها او انا بقدر احدد انه طولها تلاتة فانا بدي اجيب الطول تبعي المصفوفة باعتبارها فردية ما بدنا نركز اكتير على الموضوع واجسمه على اتنين فلو المصفوفة طولها تلاتة على اتنين واحد ونص طبعا بما انه انتجر بيكون واحد انتجر على انتجر معروف انتجر فالناتج بيكون واحد عندي فمكان هذا الكلام كله بيجي واحد فداتا رح يطبع للنتيجة لو وجد شغلت رح يطبع لي سري ما استدعتش المثود المفروض استدعيها شو اسمها print middle وببعت لها المصفوفة اللي موجودة عندي وباجي بشغل بطبع لي تبعها اللي هي اتنين لانه طبعا لو لاحظت هنا انا استدعتها من غير ما ااخد القيمة المرجعة تبعتها في متغير لانه اساسا ما في قيمة مرجعة هي void طيب جميل افرض انه المصفوفة اللي تم ارسالها لهاي المثود كانت فاضية زي هيك لو شغلت هيطلع لك exception ليش لانه وصل ال length 0 0 على 2 0 فما في عنصر في ال data 0 في ال index رقم 0 ما فيش عنصر فعشان هيك اداك exception انت ممكن هنا تيجي تعمل شرط بسيط جدا تحكيله اذا data dot length كان اقل او يساوي 0 اكتب return اعمل return طيب لحظة انا بعرف انه المثود void او كلمة return دائما بتيجي مع مثود بترجع قيمة طيب هنا ما في قيمة ارجعها قال لك او حكالك كلمة return لوحدها من غير ما تكتب جنبها قيمة مرجعة معناتها بتوقف عمل المثود وبترجع مكان ما تم الاستدعاء يعني هنا هيفوت على المثود رح يفحص المصفوفة اذا المصفوفة طولها سفر طبعا مستحيل يكون اجل من سفر اذا المصفوفة تبع هزيره رح يعمل يعني مش رح يكمل شغل المثود رح يرجع مباشرة هنا ويكمل لو في كود تاني موجود عندي ف return بداخل المثود تعمل عمل return بداخل المثود تعمل عمل break بداخل اللوب تماما فهنا في الحالة هادي مش رح يعطينا exception لانه انا فحصت قبل ما اعمل العمل فاللي بدي اوصله لك من اخر مثال هذا انه لو كانت المثود فويد ممكن يكون في return ولكن اختياري اذا انت حابب تحت اي شرط من الشروط انك توقف المثود ممكن تستخدمها بدون قيمة فقط return وسمي كولون هذا بشكل عام مراجع على موضوع المثود طبعا احنا موضوع المثود شرحينه بالتفصيل في جافا واحد لو رجعت لفيديوهات اليوتيوب اللي خاصة بجافا واحد هتلاقي فيها كل موضوع المثود بالتفصيل ولكن بدنا نعتبر انه هذا الجزء هو مراجعة لمواضيع المثود ترجمة نانسي قنقر